اشتركوا في القناة وعربية كان هناك اهتمام بما يدور في الشان اليمني طبعا من المهم جدا توضيح مهمة الجلسات العامة في مؤتمر الحوار الوطني طبعا من المهام الاساسية اولا اقرار مشروع جدوى الاعمال المؤتمر تشكيل فرق العمل تقديم الملاحظات تقديم الملاحظات ومكترحات لفرق العمل استخد القرارات فيما تتوصل اليه فرق العمل ايضا دراسة ومناقشة التقارير المنفوعة من لجمة التوفيق ايضا اقرار الاستعانة في خبراء ومختصين بحسب الحاجة اليهم ايضا اصدار البيانات والاعلانات العامة واقرار النتائج النهائية للمؤتمر هذه مهام الجلسات العامة التي شارك فيها جميع فرق العمل اليوم تم اقرار تسمية لجنة الانضباط والمعايير في لجنة الحوار مكونة من القاضي جهاد عبد الرسول محمد القاضي عبد الجليل نعمان والقاضي محمد او يحيى محمد الماوري والمحامي احمد علي الوادعي والمحامي علي عبد القادر الحبشي والمحامية سهام فضل الشاويش والمحامي عبد المجيد ياسين نعمان يسرني في حلقة هذا المساء الاصطديف الشيخ سيف بن محمد فضل العزيبي عضو مجلس الشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني مرحبا شيخ طبعا الكلام اليوم خطابات استعراضية ما بين خطاب بامدهس وأيضا خطاب الدكتور ياسين سعيد نعمان هل أنتقلك على الوحدة اليمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا متفائل كثير وكل ما يقيل أو يقال عن الوحدة اليمنية الشعب شمالا وجنوبا قد عانى الكثير من الحكام في الجنوب وقضية الانفصال أصبحت مرفوضة من كثير من الناس وهناك اتجاه موجود من بعض الناس يريدوا يعودوا إلى الحكم بعد سنوات حكموا فيها البلاد أنا حقيقة مش قلق ليه لأن أولا إننا نحن نحظى بدعم الأخوان الجيران ونحظى بدعم الأممي وبالتالي قيادة تولت المسؤولية وهي مخلصة للقضية اليمنية والوحدة اليمنية لكن كيف أنا أعتقد أن الذي يدور حاليا من ضغوط موجودة في الجنوب والحراك وغير الحراك يريدوا يضغطوا على لقنة الحوار من أجل هناك تصير تنازل لأن كثير من الأخوة الوحدوين شمالا وجنوب كانوا يرفضوا حكاية أنهم يتنازلوا عن الوحدة لكن هذه الحركات كلها أدت إلى أن في هناك قبول لنظام يحفظ الوحدة وفي نفس الوقت يلبي رغبات بعض الأخوان بحيث أن لا تنزلق البلاد في حرب آلية ولا خوف على أساس أننا قد عدينا لمرحلة الخطر وأصبحنا الآن في كنف الدولي على أساس أننا نصلح أمورنا في الداخل لا شك أن هناك كان موجود داخلي من لا يرقب في الوحدة ويعمل جاهد ويعملوا جاهزين داخل المؤتمر؟ لا خارج المؤتمر وفي داخل المؤتمر ولكن داخل المؤتمر غير مؤثر نحن اليوم كنا في حديث أنا قبل أن أدخل للتفاصيل أعتقد ما ترح اليوم من الآراء في أقل المستوى أعتقد أنه يعطي الثقة للآخرين أنه قادرين الأشخاص الموجودين أو الجماعة الموجودة داخل مؤتمر الحوار الوطني على إيصال الرسائل على إيصال كافة الأفكار وكافة التطلعات لمن هم في الخارج سواء أولئك المتشددون في موضوع الانتصال أو أولئك المتمسكون بالوحدة أو الذين يبدون مرونة بين هذا وذاك أعتقد أنه الرسالة اليوم كانت واضحة أنه المؤتمر سيستوعب كل الآراء هذا صحيح وكثير من الآراء قيلت اليوم وهذا يعطي الأخوان الذين في الخارج أن ما قيل اليوم همما يقولوا في الخارج بل قيلت أمام لجنة الحوار وأمام الشعب وداخل البلاد في العاصمة هذا يعطي أيضاً دليل الخارج الخارج أنه هناك في ديمقراطية تكلم ما تريد ولكن هناك رأي بيكون رأي للشعب وليس رأي للأفراد الشخص اللي تكلم على أمور تتعلق بقضيته المؤتمر يستوعبها ويقبل أي كلام أو أي حديث بحيث أنه لا يصير فيه عنف ولا تجريح لكن رأي رأي مكفول وكل الأخوان الذين في الخارج كان مفروض أنهم يجوا لهنا ويتكلموا ماذا يريدون أنت بصفتك رئيس المنسجة الوطني لأبناء الجنوب في محافظة لحد واتعرضت لمحاولة اقتلال بسبب الاجتماعات التي تعقدها تناول فيها موضوع القضية الجنوبية وأيضاً موضوع أو في طار الوحدة يعني هل لا زال البعض يتشدد في إمكانية حل القضية الجنوبية في طار البيت اليمني أنا أعتقد أن في عناصر موجودة متشبعة بأفكار قديمة وهؤلاء الناس عندهم مبدأهم اليقصاء يا أنا يا طيري لا يمكن أن يتكلم وما عندهمش وعي وفي نفس الوقت عندهم نقص في الفهم والاغتيال هذا ليس من اليوم أنا أتعرف الاغتيال من بداية الثورة في 67 بعد الاستغلال لعدة مرات وحكم عليه عدام لعدة مرات وعودتي كانت في 2000 وثنين بعد 27 سنة بالخارج تعرف المضايقات من أول يوم يعني بدأوا يكسروا أنوار حق البيت حقي يضربوا رصاص بيتي لليل النهار وكان عادي الرصاص العادي المستعمل يعني معروفين الأشخاص الذين يقوموا بهذا العمل وهم يريدوا رد فعل ورد فعل وبعدين يقولوا يالله نريد حماية دولية ونريد من هذا القبيل هم الآن يعني عدد محدود واعتقد أنهم هم ينتميين إلى فصيل من الفسائل القديمة ويريدوا يعني يصفوا لآخرين لأقل يحلوا محلهم هذا الكلام نحن ما تأثرنا به لكن اللي يأثرها كثير أنه دخل سلاح غير عادي يعني كان الرصاص الآلي الرصاص الجرمال الرصاص كل مقبول ما كان يجي صواريخ تدخل البيوت وتحرق من الداخلها فهذه هي التي كانت أنها كانت غير معروفة غير معروف لا معروف الأشخاص معروفين لا لا الأسلحة لا الأسلحة غير مألوفة حتى في البلاد يعني إذي جات جديد ودخلت وتخرم الجدار وتحرق ما داخل البيت وكانوا الأولاد فيه وأنا كنت موجود سبع أيام والضرب الليل نهار وبلغتنا للجهات الأمنية ويجيبوا الأشخاص اللي يضربوا وينكروا يقول لك أنا مش ترب طيب هناك فيه أثور أمني يعني أنه الشخص ما يحققوا معه يعني التحقيق عادي وحتى إذا حققوا معه مش يحققوا معه بطريقة أنه رجل مجرم لا يقول لك أنه يعني عادي يخلي له أصبحت الحاجات عادي كل عادي ياخذوا أقوار فقط حتى لو في شهود يعني في شهود في شهود الشخص الذي شهدوا عني شهود هذا على خلفية أنت مواقفك من الوحدة لا هم يعني عارفين أن أنا مش هذا بس نحن في لحج وقبيلة اسمنا العزيبة والعزيبة هذه منتشرة إلى حدود محافظة عدد بل وداخل عدد وأمن عدن مرتبط بهذه المنطقة اللي نحن فيها وأنا سميتها قلادة عدن منطقتنا قلادة عدن تمتد من البحر إلى البحر من بحر أبيان إلى بحر أنران أنران اليلو هذا كل منطقة عزيبة ومعانا كثير من الأخوة الصبيحة لنا علاقة بهم مصاهرة وعائلية فهذا يعني أي حزب يريد يحكم عدن أو يدخل عدن لازم يصفي هذه الشوائب لقدامه وهذا القضية ليست قضية السيف العزيبي بنفسه وإنما قضية حلال هذه المنطقة الذي هو السيف العزيبي ينتمي إليه نعم طيب إذن أريد تعليقك أنت على مدار اليوم من الخطابات طبعا كان في الحديث عن الدماء والمزايدة بالشهداء كانت موجودة يعني كل واحد حاضر بالشهداء رحم الله الجميع كل الناس شهداء لكن لا تبقى المتاجرة بهذا الشكل أنا رأيت أحد يعني واحد خطيب الجمعة اللي حرض على مجزرة جمعة الكرامة وقلهم أني أرى الحور العين خلف هذا السور يعني وراحوا يهدموا فوجدوا القترة فوجدوا القناصة يعني يعني هذا الرجل كان موجود يعني ويزايدوا بدماء الشهداء يعني أنا لا أدري هل من المناسب أنه نفتح المؤتمر بهذا الشكل ولا أنت ترى فيها ضرورة أنه لا بدلوا كل واحد تطلع ما عنده عشان بعد تصفى النفوس هذا قانب أنا حقيقة فوقيت بحديث اليوم وما كان الحديث معلوف من قبل ما كان معلوف وبل أنه كان الكلام يطاله قوبة القانون في مثل هالحيات تحريض على القتل ف لكن بوجود الجانب الأممي في القاعة وترك المتحدثين يتحدثوا بما يريدوا وبعد ما يفرقوا الكلام ماذا تريدوا الآن تعالوا نجلسنا تكلم هذه بادرة جيدة واعتقد أنها بتكون لها رد فعل أنتوا تكلمتوا الآن ما هو الحل حل الحل كما كان الخميني الله يرحمه يعطي مرساح الجنة وكما آلاف نعتماتوا أنا شفت صور كنت في بغداد في الحرب الإيرانية العراغية وشفت الصور العراغيين والإيرانيين كيف الكثث يعني في الأنهر وفي فهل نحن في اليمن نصل إلى هذا المستوى أنا أعتقد أننا كيمنين مدركين لكن كبداية هل تعتقد أنها جيدة مدركين مدركين هل تعتقد أنها جيدة مثل هذه الخطابات أنا بوجود الأمم المتحدة فيها شوفوا نحن سامحين الكلام يقولوا ما يريده لكن يندون الحل يندون رأيهم شوفوا هل معنا أنها استشهاد بالشهداء الشهداء الشهداء أيش الشهداء يعني نحن قالوا يعني ثورة الربيع العراب بدأوا في الحركة نادوا الأمم المتحدة حقوق كل إنسان جاءوا الأمم المتحدة حقوق كل إنسان ودخل الآن نحن حكمناهم نتضرب ما نريد ماذا بيحكموا ليش نحن حكمناهم نقول ليش يقابهم يعني هذا الحديث اليوم يعني هاجموا صحيح ليش يعني لا لجوا نحن حكمناهم الرئيس عبد الربا منصور هالينا نحن ننتخبنا نعطيه الفرصة يعني يكون بسنتين محددة شيخ سيف سأدنك نشرك معنا بعض المتصريين معي فادي قاسي قاسي علي قاسي على لغوبي الله قاسي ما دخلش قاسي علينا لا إن شاء الله طيب فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلم أولا أحييك أخي وأستادي القبير فيه من الأعمال شكرا الجايمين على هذا الصوف الشامر طوث اليمن الناطق والجاهر بالحقيقة وكما أحيي غيثنا وشيخنا سيد بن محمد حفظه الله وحفظ كل العوفياء المخلصين من هذا الوطن شكرا جدا أولا كما قال شيخنا بعض الأطراف استخدمت الدين وسيلة لتحقيق غاية لهم هذا من منطلق جمعة الكثامة التي جائمين عليها إن الوفاق لشهداء جمعة الكرامة ليس بإثارة النعرات وإثارة لحجات إحياء الفتنة من جديد إذا كنت راح من أعمال قلبك وصحيح لشهداء الكرامة الذين ضحف فيهم لهذا الوطن يجب عليك أن تلتق حول الحوار القائم على مبدأ التآخي والتآلف والتقارب مبدأ الأخوة الحوار الوطني الذي يرعوه الأوفياء المخلصين وليس لحي أن تنسحب على كيفك وتريد الحوار لأن يصير حسب رغباتك وآرات ونظراتك يا جاسي نعم أخي شوف يا سيدي أنا كنت طرحت ربما من أول ما أعلن موعد المؤتمر الحوار الوطني 18 مارس أنا كنت سألت حول هذا التاريخ وهذا التوقيت هل سيكون مناسبة لتذكير بالجراح وتذكير بتلك البشرة البشعة التي حصرت في أمام بوابة الجامعة البعض كان متفائلا وقال أنه بالعكس تكون مناسبة للتصالح والتسامح أنا قلت أنا أتمنى أنه الناس يلتقوا في هذا المؤتمر ويكون مناسبة يتناس ويتحول هذا التاريخ إلى هذا لكن أن يحضر حتى جمال بن عمر ويدكر بهذه الدماء وهو مصرد من حمام السلام أعتقد أنه الوضع ما كان لن يكون صحيا نعم أخي أنا أوافقك الرأي وهذا فعلا هذا ليس حمامه وإنما سعر لإنشاء أو زيادة الجراح نعم لم نوافق على هذا المؤتمر ونرضى به ونقنع به من البداية إلا ليكون رسالة السلام إلا ليكون تآلم محبة ينجس للماضي وراءنا أما نقعد ونقول فلان ونطالب علان ونطالب بمرتكبي جرائم أن المطالبين اليوم بمرتكبي الجرائم هم من ساس الجرائم هم من يعملون ويقتلون ويسلخون أنا عضو من أعضاء التجمع اليمني الإصلاح شابقا وبطاقتي موجودة لديهم أنا عضو قيادي بارز ومسؤول سياسي في التجمع اليمني الإصلاح يعرفني القريب والبعيد صليت عن نبي ورغم النجاب لكن أنا عرفت التجمع اليمني الإصلاح ولوما لي حق أنا أعرف فيها الآن ولكني عرفت على حقيقته وعرفت أهدافه كنا ندعم الدعوات الإسلامية يوم الخميس والجمعة وغيرها من الندوات لكي نقوم أذرها لأهداف وغايات وطموه لم نكن نتصورها ونتخيلها نحن الشباب المغلوب على أمرنا كنا نطبل ونعمل ونجلب ونجلب الأهضاء كنا مغرر بنا عقل كريح إنما يسعى إليه هؤلاء الذين يتزعمون ما يدعونه الوفاء للشهداء جمعة الكرامة إنما يسعون لتمزيق الوطن هم من يحرضون أخواننا في الجنوب على الانجسام وذلك بماذا وذلك بما يرضمون به من أعمال في الجنوب من تخريب وتدمير وإعاقة لهذا الحرار التي تبنى أخي الكريم أنا أشكرك الرسالة واضحة أشكرك على المداخلة وأستمع أيضا لسالم صالح نعم أسلم عليك وعلى أهلا وسلم الوالد الوالد سيف العزيلي نعم نعم سيف بإذن الله تعالى حل الجبير الجنوبي من داخل الحوار الوطني بإذن الله الحوضي كلنا ييمنيين تحت سكس هذا الحوار الوطني وقول للوالد الكريم ضيفك العزيلي أنت قبيلة العزيلي كبيرة كبيرة في الجنوب أمرا نعم أنا أتقل شخصية بحزم الشيخ سيف موجودة داخل مؤتمر أخوار الوطني أقول لك يا والد العزيلي الحراكة الجنوبي لم يكن إجصائي الإجصائي هو الذي انتصر في عام 1994 وأكثر الجنوبيين كامل أكثر شعبين كنا يمنين وكني شعب واحد أكثر الجنوبيين بشكل عام هذا الذي كان يمكن تقول عليه إنسان إكثر أما الناس الذين في الحراكة يطالبون بحقوق يا والد العزيلي أنت بربما من أبناء الجنوب أعجبك المظهر بإعلام في الجنوب هذا يطر حد ولا شيء بعدين أرجو من العلاميين كاملا أن نترك الحزبية وراعنا نتكر فقط في اليمن الكبير أتركوا العلاميين والله بإمكانكم تقولوا كلمة حق طيب يا أخي أدخل في أحب لا أتكرم لا أتكرم لا أتكرم أنا بدل ما نخليها مجابرة بيننا وإنتا زي كل يوم يعني أخلي بموضوعك الشيخ سيف يسمعك أنت وطرحت عليه فكرتك هل هل عليك تضيف شيء طيب أحب أنه نحن أنا لا أتكلم بش حزبية ولا بحاجة قالت عن الحراك XI قالت أن الحراك الجنوبي XI وقال بالعزيز ما هو XI من عام 94 بيرد عليك بيرد عليك الشيخ سيف صالح هذا XI صالح هو يصدر صالح شيخ سيف بيرد عليك شكرا جزي لك صدر لك شيخ آآ أنت طبعا ما تبلا أعتقد أنه أنت قلت الحراك الجنوبي أنا ما سمعتك بالنسبة للحراك الجنوبي وأنا قد تحدث عن هذا من قبل الحراك الجنوبي ليس حراك جنوبي موحد هذا في فصائل داخل يعني كل منطقة أو كل مديرية أو كل قبيلة لوحدها لما يقولوا نلتق يلتقوا لكن من اللي يجيبهم من اللي يقولهم من اللي هذا شي يحتاج إلى حديث وإلى بعض قبل ما نقرأ فيه أنا شك رد بل على صالح فقط أوضح له أنا أوضح له أقول أنه بالنسبة للمؤتمر الحوار مؤتمر الحوار هناك فيه تصالح وتسامح أعلنوه لكن التصالح وتسامح أعلن وكتب في القرائد وقيل في الإذاعة لكن لكن نفذوه لم ينفذ أنا أقول أنه طالما أن مؤتمر الحوار يمثل كل الفصائل الموجودة داخله عليهم هم يبدأ الآن بالتصالح والتسامح مش مش تصالح والتسامح في شعب اليانوب لا أول مرة داخل المؤتمر الحوار الذي هم ممثلين داخله وبعد هذا يجي بعد ما نخرج من المؤتمر الحوار أنه نحن تصالح أو تسامح نحن وما بش ناكس مشاحنات ولا هناك عدوات نبدأ أن ننقل التصالح والتسامح إلى بقية فئات الشعب أعتقد أنه يعني تعتقد أن العضاء المشاركين الآن في مؤتمر الحوار الوطني هل هم بمعزل عن قياداتهم في الخارج التي تسعيد لا تقول لي قيادات الخارج أنا عرف قيادات خارج المؤتمر أنا عرف قيادات خارج المؤتمر وليس خارج البلد نكتوذنا الآن في مجموعات أي والتي اللي هم موجودين لهم مرتبطين بقياداتهم بقياداتهم خارج المؤتمر أي ونحن ونحن الشعب يمني عارفين عارفين الخلافات السينية الخلافات عارفين تمام أنا عارفها وأنت تعرفها والأخي عارفها الخلافات موجودة وهي أنعكست على كل القضايا نعم أنعكست على كل القضايا سواء كان في القنوب أو في الشمال وأنا قلت هذا الكلام لك مرة يعني أنه طالما أن الخلاف في المركل فالأطراف ستتأثر به ونحن متأثرين من هذا لكن نحن الآن في مجلة الحوار نريد أول مرة نصفي العلاقة إذا أنت تدعو لمصالحة أو لمصالحة في طال مؤتمر الحوار وطني داخل الحوار وطني وفي نفس الوقت مصالحة بين المختلفين ونحن عارفين ومعارفين لأن إذا لم يصفي خلافة أحيانا في جماعات مختلفة مع حز وفي جماعات أخرى مختلفة مع نفس الحز وبالتالي نحتاج إلى مصالحة أو وثيقة ميتاق شرف مثلا لا أدري هذا كل وارد هذا كل وارد وإنشاء تكتلات جديدة تكتلات من نوع آخر نريد أن الجميع يتمثل دعوة فخامة الرئيس عبد الابو منصور تلك الماضي وترك الأحقاد وينطلقوا الآن عليهم مشؤولية هل تأثرت شيخ شيف برسالة الأطفال الأمس أثرت فيكم يعني بداية الحافظ كان يعني مؤثرة كانت مؤثرة وتأثرت لها لكل وكل واحد عنده يعني روح وطنية تأثير بها هل 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 تكون حافظ للجميع لكل الناس يفترض أنه تكون دافع لأولادهم يعني هي دافع لما ينظر إلى هذا اللي يتكلم به الطفل الصغير يذكر أولاده بالتالي أنا أعتقد أنه يعني المؤتمر حاليا أنه نحن انتخبنا الرئيس عبد الربع مطور هذه وقد بذل بذل مجهود توضح لنا يوم أمس أنه في نتائج موجودة علينا أن نحن نستمر مع هذا الرجل ونقف معه إلى أن يكمل المهمة التي هو تكفل بها الخلاف أو أنه الذي داء في المؤتمر اللي هم علاقة بحزابهم أعتقد أنه هم مراقبين محليا ودوليا وأمام الناس أيضا الشفاقية الحاصلة ومحليا ودوليا وإذا كان القضية قضية يمنية ساليمنين قادرين على حلها لكن التدخل الخارجي هو الذي لدينا هنا وثيقة من وثائق الاجتماع التأسيسي للمتجل وضل لأبناء الجنوب تتحدثون فيه عن دليل نظري للقضية الجنوبية الحل القضية الجنوبية تتضمن كافة شرائح المجتمع ليس هناك تخصيص لمنطقة هل هل في هذه الوثيقة ما يكفي في وجهة نظركم نحن وجهة حل يكون قاعدة للحل نحن بدأنا في عدن وعملنا ملتقة في عدن وكان رئيس جامعة في عدن عبدالعليز بنحبتور هو الذي دعا ودعاني أنا وكنت عضو في رئاسة المؤتمر بعد هذا يعني شجعنا على أساس أننا نعمل فرع في كل المحافظات وبدأ أنا فرع في لحج وتوليت أنا رئاسة مع زملاء وفرع في أبيان وفرع في شبوة فرع في حضرموت فرع في الموارد فكلها يعملنا مؤتمر صحفي هنا في الصنع بهذه وبشرنا بها وحطينا رأيتنا وكتبناها بوثيقة وقلنا هذا هدفنا اليوم احنا تمثلنا في الحوار ولو أنه مش تمثيل كافي احنا عندنا ملتقاء ضم كل المحافظات وحصلنا على 12 احنا كان لنا 32 عضو حصلنا على 12 وحصلنا على 12 وفينا في الوقت فيه هناك بعض ما حضروش من الزئات الاخرى لا ننظر فيها والرئيس يعني مش لا يعلم لا يعلم بهذا كله ونحنا ما يهمنا هذا همنا أنه نحنا نعمل شيء لصالح البلد مصالحة وطنية وفينا في الوقت سنعمل على أساس الدفسور وعلى أساس الانتخابات حرة وعلى أساس أنه أخواننا هذا اللي طالبوا الآن بالحكم العادل والحكمية هاي تفضل يعني موجود ساهم فيها اليوم ما في حاجة بيد شخص معين يحتكرها لا الكل مطالب لأن يعمل تسمح لي أخذ المداخلة من عبد الله عبد الله تفضل مباشرة كيف أنت أخذ 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 بعض الحاجة على البرنامج يعني إذا كان يعني إحنا محوريجي وفي عندك بنت خلق نوع ما بش داعي إنك مثلا تفتح مجرر السعات عبد الله عبد الله لأنه إحنا في مرحلة الحوار الوطني فعالية المؤتمر الوطني يعني إبعدوا حتى الاتصال حتى هذا يعني إذا كان عندك مداخلة عبد الله عبدالوغي بزي وقت المغرب يعني الحناء على الصنج فاق وأي انت وانت ما صرف مغرب يعني هذا الوقت غير يعني مصوح لا 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 ولا لكم طيب يا عبدالله أنا قدرك ع الموضوع هذا أكثر عن يا عبدالله كت Young رديت ع الموضوع هذا أكثر مرة موعد البرنامج كان بعد المغرب تغير التوقيع الآن جاء المغرب بيْجي بعد موعد البرنامج إبداء السهود المغرب على share عبدالله ع valley من aumento لك حاجة والله قال بالشأن معتمر الحرار نحن نراحظ أن الناس يستطغر من معتمر الحرار نظر أن توقيت أن هذه رحية السلام كامل يعني لاحظني أنها الأولى في الحرار لا أستطيع أن أتكلم عنها وأن أتكلم عنها وأن هذه هي رحية السلام وهذا الذي عن مرحوها جعلتني بها هذه الأولى يعني إذا كلنا نفعلب مشاركاتهم في الحرار فكرة أضحى فكرتك أضحى شكراً عبدالله أبو خالد وعليك السلام أبو خالد ياليت مباشرة في الموضع السلام عليكم ورحمة وعليكم مباشرة يعني سيأودي رسالة المعيزة بأس أسواء نعم نقول لهم أن ينسوا الماضي والتباكي عليك وأن يكونوا على جكلة الجدم بيأكتموه وأن يبذكروا بمصلحة الوطن هذا وأن ينسوا الحزبية والطائبية والمدهرية وأن يبذكروا بيأذا الوطن وإن شاء الله عندي خرجهم بالخير سوف يستقبلهم الشعب الورو أو ينسوا إلى المحل عندي قبل تلمتين ياك عبد الولد طيب لاغي أنا طرحت عليك قبل تفضل النجاء من كان المناظرين اليمنيين بيقان يتقوم بصورة فلسطين طيب يا عبد الله أبو خالد المجال أتمنى منك أن تتكبرنا من المنبر وحر هذا لا تتكبرنا من رايرة طيب إن شاء الله بأرتب لك موعد إن شاء الله شكرا لك أبو خالد واستقبل عبد الله عبد الله على ما تفضل السلام عليكم وعليكم السلام شكرا لك والضيفك الكريم شكرا لك وبالنسبة اليمن كلها قاطبة وحدوية بالجنوب والله أكثر وحدوية الجنوبين وحدوين أكثرهم والأغرب بس الله الحبوب يعني كثلت عن أي واحد سواء بالشمال أو بالجنوب يعني يطاب الواحد يعطوا كل الناس حبوبهم يعني ممتلكاتهم كل شيء بالله أكثر وحدوينهم في الجنوب لكن المشكلة السلب والنهب والحقود يعني يعني ممتلكات المشكلة أنت ترى أنه قضية الجنوبية تترخص في مطالب حقوقية وهي قضية حقوقية وهو ما دفع الناس قضية الحقوق هي دفعت الناس للمطالبات أو دفعت البعض المطالبة بالانفصال بالانصال يعني على أساس يعوده يعني إلى الانصال هو هذا المشكلة تمام وإنه يعني المحدوين والشمال حتى بالشمال والله مهم فيه وزي ما قلت سابقا إنهم يعني حبوبهم وهذا يعني الناس عبدالله عبدالله والله يستلموا عبدالله القضية الفكرة واضحة قضية الحقوق في الشمال والجنوب هي قضية شائكة جدا لكن القضية القضية الانفصال هي الجديدة والطارعة على هذا البلد استمع لأبو عمر أبو عمر تفضل كيف حالك يا أبو لولي؟ أهلا سؤال هيا قل الله عريضا نستأل الضيف اللي عندك اللي أفضل طيف العزيمي تضل آآ الأخ في الإقنة الحواة هو أنا أعتقد أنه الكذبات اللي ظل يروجونها الأخوة أهني هروب زندواء هروب حميد الأحمر يعني وفت القرمان أول يصفقون أخب اليوم يهربون يعني ما عندهم أي نيات لحل الغضية الجنوبية أنا سأل ناقص سيف أنه في الإقنة الحواة ما هي مقترحات لحل الغضية الجنوبية أول غالو النبي يشارك الآن في خيار مشارك والجماعة ياربوا من المؤسمر الحواة يعني الكذبات حقهم أه وصلت إلى أطرق مسجودة بريد نعم نظر عندك الضيف ما هي الحلول المطروحة الغضية الجنوبية طيب ما أعلم فدغني الأمور طيب خلاص هذا سؤالك ما لقد تهدد سنته خلينا نسمع منه طيب شكرا لك أبو عام طيب أكتفي بالاتصالات هذه نعم طيب أول حاجة شوف المقترحات مش من عندي أنا القضية الجنوبية هي ملك الأبناء اليمن كافة كمالا وجنوب وفي نفس الوقت المؤتمر هذا يعني المؤتمر الحوار أعقد من أجل المقترحات وأطرحهم مقترحات لكن مقترحات الأفراد غير مقبولة يعني أنه مقترح من عندي أنا أنا اللي كانت تريد مقترحي نبقى على ما تسوى على ما نحن عليه ونصلح القلطة الموجود لكن أنا يعني اتركت الموضوع هذا وقد تسألوني في هذا الكلام ونما أعقدنا الملتقى في ذحك قلنا نحن تاركين الموضوع هذا للمتمر الحوار ليس لنا أي رأي نطرحه في الوقت الحالي فأنا مش عندنا مقترحة لكن أنتم عندكم مقترحة المواطنين عندنا مقترحات إحنا ما نستفيد منها الرئيس يقول اليوم أي واحد عنده أفكار عنده مقترحات عنده ما يريد يقول يقولها لكن أنا بقول لك أنت يعني أحذر يعني في هذا الكلام مش تحديد وإنما أنا أقول لي تقربة أن أي بداية للتفكك اليمن معنات أن الكل خسرا هذا هذا الرأي وهذا رأي شخفي وفي نفس الوقت نحن نريد نصلح الأمور وكل ما هو قلط لازم نصلح والقلط بدأ من سبعة وستين وليس قلط ثم أربعة وتسعين لأن من سبعة وستين أممت الأراضي وسلمت للوحدة للدولة الوحدة إنها أراضي الدولة وهي أراضي المواطنين ليش أخواننا الذين كانوا في عدم لما دخلوا في الوحدة ليش ما ألغوا التأميم فسلموا البلاد كلها إنها هذه ملك الدولة سرفوا فيها جماعة الوحدة يعني أصبح قالوا الآن منتلكات راحة المتلكات حظنوه خمسة اليوم أنت عارض الكلام هذا وانت من عدم المالك الأصلي والمنتفع والسماسرة الأرض والمستثمر وبعدين تجيك عن قارات الدولة خمسة الذي هم مالكين الأرض اليوم وكل واحد عنده وثيقه مختومة منوها سواها الذي جاء في الوحدة قالوا هذي امتلكات الدولة ما قالوا هذي امتلكات المواضنين ورجعوها لهم صحيح هذي اه توضيحات مهمة هو كان ربما ابو عمر بترجل الموضوع التصور اللي انتو بتحمله الى مؤتمر الحوال بشأن تحل القضية الجنوبية هو يعني نحنا انت انت معا انه تحل قضية الجنوب كجزء من اليمن اه مشكلته زي اي مشكلة داخل البلد يعني مشكلة داخلية البعض الان بتبني قضية الحل في اطار الدولتين يعني البعض عنده تصور هكذا لابد منفاوضات بين دولتين اه في طرف واعتقد انه الاعلى صوتا اللي هو معا حل القضية الجنوبية لكن في اطار اليمن كجزء من البلد اليمني او الوطن اليمني الكبير انت لما تريد تعمل حاجة لازم تقنع الشخص اللي بتقدم اليه تقنعه بافكارك ماذا تريد انا الان لما اقول اريد حوار بين دولتين من اللي بتحاول باسمي انا كمواطن هؤلاء الناس الذي يجربوا بحقي وحق المواطنين وهانوا وضربوه وسحلوه واختطفوه هم بتكلموا باسم الشمال والقنوب لا انا اريد شخص واحد نظيف من هؤلاء الحراس يطلع يقول انا اللي بتوع المزولي بقول لك عالتحاور وقنعهم وقنعني وقنع هالا لكن يجي شخص يعني مش عارف من فين يجي يقول انا بتكلم باسم الحوار بين الشمال والقنوب بين دولتين من هو انت لما بتقول هذا الكلام هل انا بقبل بهذا الكلام الرجل العاقل الجنوبي لا يمكن يقبل بهذا الكلام شخص اللي بيتكلم بهذا الكلام ولا يكون نظيف هو ما للسوابق ما عمل شي في البلاد ما عمل مش يبدم هو لطخب الدماء ما سرق حق عباد الله لا حق ان يتكلم لك ان يتكلم يقول انا بتكلم يعني ما بين شمال وقنوب انت منوه وعلى كيف نقبل هذا الكلام وانا قلت هذا الكلام في اجتماع عام نحن كنا لما كنا نحارب كانوا يقولون يسقط الاستعمار والشعب يختار من يريد وحاربنا وحنا شباب سقطنا الاستعمار الشعب لما يختار من يريد بل ضربوا الشعب من اول الى اخر واخيرا هربوا للوحلية وبعدين قالوا يسقط النظام علي عبدالله صالح وانا قلت هذا الكلام عام قلت فيه من قصر يعني ما اريد تكرره يعني اسقط علي عبدالله صالح منوه للضيب البديل قالوا يعني منوه البديل ما ما حد قال انا البديل قالوا النايب وبعد الضغوط الدولي قبل النايب والنايب يعني قبل هذا الكلام مش يعني حب في اليمن لا يخلص البلاد من ويلات المزايدين انا يعني اقول انه الرجل الذي بيتكلم باسم الجنوب لازم يكون هو شخص مقبول قالوا ايضا ابو عمر وايضا وعبدالله ضرعوا موضوع عن سحاب توكل كرمان وايضا حميد الأحمر وايضا قيادة اصلاحية مثل محسن باصرة وغيرهم سحبوا من الحوار الوطني فيما اصدر من امكانهم من دعوا الى التغيير والتغيير يكون عن طريق الحوار وبالطرق السلمية من اللي سحب؟ توكل وحميد الأحمر توكل الكرمان وحميد الأحمر وهو هل ذال شعب اليمن؟ اقصد انا هؤلاء من الذين نفقوا في ولا نفقوا ولا شيء هم أفراد وهم أشخاص قالوا رأيهم قالوا رأيهم يعني هذه كانت محرضة على المسيرات والمظاهرات وشو حصل بعدين؟ حصل في شارع الزراعة شو حصل؟ هي لي قادتهم ونذكر هذا الكلام وقادتها فصلوها وكادوا ان يفصلوها لانها قامت بعمل مشاورة تحدي لا نحن ما نريد نهاجم أحد الشخص الذي له رأي والرئيس قال أمس لما قال بخيتي عنده أفكار قال الذي ما يقبل الوحد يمسك الباب يمسك الباب ونحن مفتوح يعني الحوار مفتوح قول ما شئت تكلم الحوار مفتوح والباب مفتوح انت باب تحاور أهلا وسهلا انت باب يمسك الباب لا حد يداي انه الشعب اليمني او انه ناطق باسمه الجميع هنا دخل يتحاور يبد انه ينسوا الماضي ويتركوا الأحقاد ويبتعدوا عن المزايدات بأرواح ودماء الشهداء لانه ربما احنا رأينا الجرحة كيف كانت معانتهم وما حياء اما الموتى رحمهم الله فلا داعي انه كمان قد ماتوا وانه عادوا البعض لا زال يزايد بدماءهم الى اليوم والله انا اريد اشوف ميثاق شرف اول مرة في الاعلام اليمني الاعلام يمني صباح مساء يعني المسموع والمرئي والمقرو يعني كل يوم حشو كل يوم تحريب اريد هذا يتوقف هذا كان موضوع ميثاق الشرف الاعلامي وايضا كان مطروح من الشروط من شروط الاتهدية سأخذ فاصل ونعود لاستقبال اصالاتكم ومع ضيفي الشخصي العزيجي موسيقى علينا واجد ان نعمل بكل فوة وبكل فضوع الى دعم الوطن والحكومة ودعم الرئيس عبدالقومتون هاجي لنجاح الحواب موسيقى 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 اهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام عدنا لتكمال نقاشنا لم يعد لدينا من الوقت الكثير لكن اريد ان اخذ فقط اتصالين واختم مع الشيخ سيش من ابو ناثر تضل ابو ناثر مباشرة في الموضوع السلام عليكم موسيقى 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 انت وظيفك الكريمة شهر عبدالعلي تضل ابو ناثر شوف يا اخي انا من هبعين سنة مقترب وبنتابع حوال اليمن من جنوب وشماله ما قال الاستاذ يوسف سيف هو فعلا عين الحق من تسبب في المشاكل في القضية الجنوبية هما ابناء الجنوب انفسهم هو لم يقلها قد قال كان فيه هما السبب يعني ربما كان في البداية لكن 100% من مشكلة الجنوب تقريبا هما السبب حملوا الوحدة مالات خاق يعني فعلا هما كانوا هما فعلا امموا البيوت وامموا الاراضي وسلموا الوحدة في هذا الاراضي ملك الدولة وبعدها بدأت المشاكل الكلام ناقشنا من قياديين بعد الوحدة مباشرة قلنا لهم يا اخواني اعطوا الناس حقوقهم تمام ورجعوا للناس حقوقهم فلحني ازايد الان بابناء الجنوب انو هذا لا بالعكس اني ظلموهم هما القيادات اللي كانوا ماسكين الجنوب بالضبط هذا ربما انت ما تكسده ليس ابناء الجنوب هما الذين ظلموا انفسهم لا 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 بعض القيادات هي السببات يظلمهم بسبب ربما سوء تصرف وليس عنقه هذا هو اللي حصلوا للناس شكرا لكم الآن مفروض يصفوا قلوبهم للحوار طيب ابو ناصر شكرا لك ابو ناصر احمد سالم اخر المتصلين احمد حبدالبي كيف حالك اهلا السلام كيف حبيبي طيب اهلا السلام بك حمد انشاء اخوارك حبيبي الله يسلمك لا مش انا عندي سؤال لله اعطيك الحافية انا شايف مئة الفئات مشاركة بالحوار الا فيها واحدة معي مشاركة اللي هي ابناء شوهدات سبعين شهدات سبعين اي شهداء سبعين الذي هم الاخيرة الايام السبعينات ال Arkansas لانه شهداء سبعينة جدد هذا citizen غدا يا حبيبي اي نعم كل واحد مصد يحصل ثلاثة عارف ريال لعمد المرة ثلاثة عارف ريال شتاحة راتب الشهيد المرة الشهرية ويتلنأ بك ثلاثة شهور نعم ثلاثة عشوار وايجار بعض العسر وايجارهم من عشرين عالف ريال يمني من يمثلهم في الحوار نبغى نعرف من يمثلهم في الحوار ولا هذلهم مش من أهل اليمن والله هذي مشكلة كبيرة طيب يا احمد نتمنى انه هذه الرسالة تصل الى مؤتمر الحوار وان شاء الله الشيخ سيف من من يتبنن هذه القضية اشكراك شكرا جزيلا الشيخ سيف اريد تعليقك فيما على الاتصالات الاخيرة وخصوصا تعليق او موضع لطرحه احمد شوف في موضوع مهم انا اريد باللغة للمستمعين نعم هناك في ثلاث وثائق اليوم العدالة الانتقالية والنقاط الـ 20 والنقاط الـ 12 اللي قدمها الحزب الاشتراكي والعشرين اللي قدموها لقنة الفنية كلها تحتي على 94 كلها مصادة والظلم ليس من 94 الظلم من 67 القتل بدأ في 67 الإقصال بدأ في 67 التشريد بدأ في 67 الرأس الجنوب قتلوا بعد 67 كل هذا اللي موجود مش في 94 هذا بدأ من 67 نحن نريد 12 نقطة اللي يقدمها الحزب الاشتراكي النقطة السادس يقول يعاد يعاد الأراضي للمنتفعين يعني معنى بعد الوحدة بعد الوحدة رقعوا أراضي للملاك معنات الآن النقطة السادسة شلوها من الملاك رقعوها للمنتفع نعم الشيء الثاني العدالة الانتقالية في دعم دولي لهذه العدالة الانتقالية لا على أساس يندو القرحة يندو القتلة يندو مشا هل هذا لبي يدو 94 ولا مندو 67 بل الناس يطالبوا من 48 هذا مشكلة أنا خاف أنه المؤتمر المؤتمر حوالي وطني إذا لم يتم بضبطه أنه يتفتح الجراح يعني تصبح مشكلة لدى الناس أنه تصبح ذكرى سيئة أنه كل الناس لا يتذكرون إلا همومهم وأحزانهم يذهبوا بها إلى هذا المؤتمر نتمنى أنه تكون هذه صفحة مشرقة في تاريخ اليمن نبدأ منها بداية التحول والتغيير الحقيقي في اليمن السعيد أشكر التسامح أولا فيما بيننا وبعدين هذه رسالات الشيخ السيف بن محمد العزيبي عضو مجلس أشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني أشكرك شكرا جزيلا عادي الشفكلي في هذا المساء شكرا أشكركم مشاهدنا الكرام على حسن الإصراء والمتابعة وأشكر كل من شاركونا بالاتصال أو الرسائل غدا الملف جديد حتى منطقة أترككم في حفظ الله ورعاك في أمان الله شكرا أشكركم في أمان الله اشتركوا في القناة